ما بتعملش هتغضب ربنا خلي كل شيء ماكشوف قدام عينيه عشان خاطر يبطل الشك اللي عنده يعرف انه ظلمت ماذا افعل مع زوج في شك دايما دايما شكاك يعني وهي تعبانة خالص شوفهم في حاجة هقول عليها احيانا الغيرة الصفرة بتجيب شك دايما بيشكوا دايما عنده غيرة صفرة كده دي مش حلوة مش حلوة غيرة صفرة دي مش حلوة وتشك وتصدم الناس البريئة دي مش حلوة خالص ولازم تبقى عارف ان الانسان لما بيمشي صح خوف من الله ومحبة فالله ان ما كانش خايف من ربنا مش هخاف من البشر لازم تعلمه بخافه من ربنا لما انت يتقربه وخلي جوزك يقرب تقربه تلاتين من ربنا الشك داي روح تعربه من ربنا الشك يروح وتبقى عارفين ان احنا بنمشي صح خوف من الله ومحبة فالله لان مهما عمل فينا البشر لا يسوي شيء جاب يعمله فينا ربنا في الاخرة لو احنا مشينا غلط دي نقطة النقطة التانية لما يكون الزوك شاكك بالمنظر ده احنا بنحاول ندوي الجراح بنعتبره كما لو كان انسان مريض يجي مسعى بص على التليفون اتفضل بص اتأكد يجي عاوز يسأل الرسال اتفضل اتأكد ومالو بندوي الجرح ما تسيبهوش بشك ويتعب ما ينفحش ما ينفحش لو حاب يشوف التليفون يشوف يشوف الواتساب يشوف يشوف اي حاجة تشوف طالما انت ماشيا صح وعندك ثقة في نفسك ومبتعملش هتغضب ربنا خلي كل شيء ما تشوف قدام عينيه عشان خاطر يبطل الشك اللي عنده ويعرف انه ظلمك ويعرف انه ظلمك انه ما ينفحش انك انت بقى الداري وتمشي بالعند ويزود الموضوع عنده والبيت يتخرب ما ينفحش ما ينفحش خالص يعني بندوي الجرح بنعتبر كده كأنه مرض بندويه ولازم عشان يدوى المرض دهوت تبقى كل حاجة ما تشوفه قدام منه التليفونهو والواتسابهو كل اي ساجل المكالماته ما عملش حاجة تخضب ربنا تقول ان الانسان بخاف الله ما عملش حاجة تخضب ربنا طالما انت بتخاف من ربنا ربنا حيسندك مش هيسيبك كده يعني مش هيسمحش طالما ماش فيه ما خافت ربنا البيت مش هيخرب ما تخافوش انما لازم الانسان يكون البيت عاوزي ما تقول لربنا عشان الحاجات دي تنتهي حاجات دي تنتهي وتتداوى وزي ما بقولها بكرر كده هقول للكل أرجوكم احنا بنمشي صح خوف من الله ومحبة في الله ان مهما عمل فينا البشر لا يسوي شيء جب اللي يعمله فينا ربنا في الاخره لو مش هنا غلط ما ينفحش حد بيقول هل الارض جزء من الشمس كرأت في احد الكتب انتقادا لقصة الخليقة كما رواها الاصحي الاول من سفر التكوين اذ كيف تكون الارض جزء من الشمس حسب كلام العلماء بينما يقول الكتاب المقدس ان الشمس خلقت في اليوم الرابع اي بعد خلق الارض فكيف تكون جزءا منها لا يا حبيبي لا اوضح لك بس اللي انت قريته هو احنا عندنا كتاب مقدس قال لك في الاول في اليوم الاول كده قال الله كده قال الله ليكن نور فكان نور وده اللي بيسموه العلماء الانفجار الكون الاول ليكن نور فكان نور فعمل كتلة ضخمة جدا من النور كتلة ضخمة جدا من النور بعدها انفصلت الكواكب من هذا الجزء انفصلت الكواكب من هذا الجزء وبعد تتحطلها بقت في دور في مسارات والجزء اللي تبقى من الكواكب هو الجزء الاكبر اللي هو الشمس الشمس فالاول انفصلت الكواكب وبدأت تاخد مدارات كتيرة حوالين الشمس وفي اليوم الرابع قال لك ده خلق الشمس ويتكلم عن الكواكب قال لك وضع عليها مسارات لا تتعداها الكواكب بتدور حوالين الشمس في مسارات ربنا حتطهلها ما تتعدهاش وبدأت الارض تبرد تدريجيا لغاية ما سطح الارض بدأ يبرد خالص ويصلح لحياة الانسان بدأ ربنا خلق الانسان بعدها وخلق طبعا في الاول كان الملايكة بعد كده لما خلق الانسان في اليوم السادس شفنا قصة خليقة فيه اللي صحي الاول فهنا اللي خلقه في الاول كان الفجار الكون الاول وهو كتلة هائلة من النور فاكبر دليل على صحة هذا الكلام ان الغاية دلوقتي بطن الارض ملتهبة لو انت شفت الباراكين اللي بتطلع او العلماء اللي كل يخش في بطن الارض بيلاقوا ان بطن الارض ملتهبة جدا الباراكين بتطلع حوالين 1500 درجة مقوية على عمق 22000 متر من سطح الارض لانه يعني شوف رغم ده كله ده جزء بس من الارض هو اللي برد اللي هو احنا عايشين عليه انما اللي خلقه في الاول كان الفجار الكون الاول وهو كتلة ضخمة من النور في اليوم الرابع كانت الشمس على اساس ده هو ما تبقى من كتلة هذه الكتلة الضخمة وما زالت الان ملتهبة اشتركوا في القناة